نستمع إلى نص مدرستنا نظيفة كتب المعلم على السبورة كيف نحافظ على مدرستنا نظيفة ثم قسم التلاميذ إلى ثلاث مجموعات وطلب من كل مجموعة أن تكتب ما تراه مناسبا للحفاظ على نظافة المدرسة كتبت مجموعة النسور لا نرمي ورقا في ساحة المدرسة ولا نكتب على جدرانها وكتبت مجموعة النشامة نعتني بالحديقة ولا نقطف أزهارها أما مجموعة أصدقاء المدرسة فكتبت نراقب ماء الشرب ونظافة مرافقه الصحية قرأت كل مجموعة ما كتبت ثم شكر المعلم التلاميذ لآرائه من رائعة نجيب شفويا واحد ماذا كتب المعلم على السبورة؟ كيف نحافظ على مدرستنا نظيفة؟ ما أسماء المجموعات الثلاثة؟ مجموعة النسور مجموعة النشامة مجموعة أصدقاء المدرسة ماذا طلب المعلم من كل مجموعة؟ طلب المعلم من كل مجموعة أن تكتب ما تراه مناسبا للمحافظة على نظافة المدرسة؟ ماذا كتبت المجموعة؟ الأولى والثانية والثالثة الأولى لا نرمي ورقا في ساحة المدرسة ولا نكتب على زدرانها الثانية نعتني بالحديقة ولا نقطف أزهارها الثالثة نراقب ماء الشرب ونظافة مرافقه الصحية ما أفضل كتابة ولماذا؟ الكتابة الثالثة لأن نظافة الماء تحافظ علينا من الأمراض وتحمينا من الأمراض نقترح أفكارا أخرى لتكون مدرستنا نظيفة لا نكسر مقاعد المدرسة وأبوابها ونوافذها نرمي القمامة في مكانها المخصص ولا نحن 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 ن